علاوة سنوية 7% للموظفين ننشر شروط الحصول عليها وفقا للقانون منح قانون الخدمة المدنية الموظفين العديد من المزايا ولعل من أبرزها منح الموظف علاوة سنوية 7% وحدد قانون الخدمة المدنية شروط الحصول على علاوة سنوية للموظفين تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية وتبقى لقانون الخدمة المدنية يحدد الأجر الوظيف للوظائف وفقا للجدول أرقام 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا القانون ويمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر 25 جنيه شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط 50 جنيه شهريا لمن يحصل على مؤهل عالي و75 جنيه شهريا على من يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير و20 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على أن لا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي بتنص المادة 40 من قانون الخدمة المدنية على أنه تضم بالعلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف وتنص المادة 41 من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر بنظام الأجر المكمل قرارا من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء مؤظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز ويجوز للسلطة المختصة تقريب مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات وذلك كل بشرط سماح البند المقصص لذلك في المهازنة العامة مصدر معنا كم من موقع صدى البلد أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ترجمة نانسي قنقر